دك جرس الإنذار تذبحني وذبحك ويبقى هذا البلد عبارة عن بقرة حلوب عندما يجف ضرعها يؤكل جلدها عراق من ما ملتغرفتي خيرات تعيش قارات ومع هذا الخطأ يحصل في حياة الناس وفي حياة الحركات السياسية ولكن عندما لا تنظر إلى الخطأ وتعمل على تصحيح هذا الخطأ فإنك آثم ومجرم مع سبق الإصرار والترصد أما نظرية المحاسسة والمكونات واستحقاق الانتخابي وحستي وحستك هذه بدعا شيطانية لأن أنا ما أفهم شنو حستك وشنو حستي لو كل إحنا نصير حكام لو تذبحني وذبحك لا يوجد شيء بالعالم البناء معركة وتحتاج إلى بنات حقيقيين وفي السياسة نحتاج إلى التوافر حسن النوايا ولا وجود الأخوة الحقيقية من أجل بناء وتحقيق المصلحة لهذا الشعب اللي في فترة من الفترات وقف كثيرا معكم ولكنه اليوم انقلب عليكم وتحيا الفرص للانقضاض عليكم بلا رحمة وهذه ليست خرافة أنما شفتوها من ابتداء التشرين التي استهزئ بها المستهزئون وأصحاب العقول الخفيفة إلى انتخابات 2018 عندما دق جرس الإنذار 80% ما اشتركوا ولا انتخابات 21 وأنتم حتى هذه اللحظة لم تتعلموا الدروس لم تعرفوا الواقع الجديد لم تفهموا المتغيرات هناك إسرار على أن تبقى هذه العملية السياسية ويبقى هذا البلد عبارة عن بقرة حلوب عندما يجف ضرعها يؤكل جلدها اشتركوا في القناة